تراجع تأثيرات المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً خلال أيام القليلة القادمة تفاصيل بعد فاصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطام الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أسعد الأوقاتكم بكل خير متابعين في الأردن النهار اليوم استمرت تأثيرات المرتفع الجوي السيبيري في عموم مناطق المملكة استمرت الرياح جنوبيا الشرقية للشرقية بالهبوب مع انتشار كميات كبيرة من الغيوم العالية اعتبارا من يوم غد الأربعاء تتراجع تأثيرات هذا المرتفع الجوي السيبيري وتستمر ويستمر انتشار كميات من الغيوم التي قد تعملوا حطول بعض زخات من الأمطار خلال ساعات مساء يوم الأربعاء وخلال ساعات نهار يوم الخميس في مناطق محدودة وعشوائية من المملكة صوى الأقوى الصناعي الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم العالية بدون فاعلية هي ناتجة عن اندفاع لكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية من القارة الافريقية باتجاه عموم الجزيرة العربية وايضا منطقة بلاد الشام ثم انتقلت هذه الغيوم باتجاه العراق تستعرض الآن وياكم خراءة توزيل الأمطار المتوقعة من نهار يوم غد الأربعاء وخلال أيام القليلة القادمة حالة من عدم الاستقرار الجوي تأثر بها الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يدفع بكميات من الغيوم نحو المملكة خلال ساعات مساء الأربعاء وليلة الأربعاء الخميس والتي قد تعمل على هطول بعض زخات من الأمطار في مناطق عشوائية ومحدودة من المملكة مع استمرار درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت العام في عموم المناطق كما يعود الاستقرار تدريجيا نحو عموم المناطق المملكة خلال ساعات مساء يوم الخميس على أن تعود الأجواء الغير مستقرة اعتبارا من ساعات ما بعض ظهيرة يوم الجمعان استعر تفاصيلها في النشرات اللاحقة نذاب الآن للعاصمة عمّا وتوقعات الجوية لهذه الليلة أو لثلاث أيام القادمة يوم الأربعاء 11 درجة مئوية مع أجواء غامل جزئيا أما الصغرى تسجل 5 درجات مئوية يوم الخميس 12 درجة مئوية كحرار العظمة أما الصغرى 6 درجات مئوية ما فرصة لزخات من الأمطار ويوم الجمعة بإذن الله أحوال جوية غير مستقرة فرصة لهطول زخات من الأمطار في مناطق عشوائية من المملكة 14 درجة مئوية كحرار العظمة أما الصغرى 7 درجات مئوية بالنسبة لتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية اليوم الأربعاء نبدوها من المنطقة الشمالية أحوال جوية أو أجواء غامل جزئيا بشكل عام المفرق 14 إلى 5 إربط 15 إلى 7 جرش 14 إلى 7 وعجلون 13 إلى 7 درجات مئوية المنطقة الوسطى الزرقاء 14 إلى 6 البلقاء 11 إلى 7 عمان 11 إلى 5 ومأدب 12 إلى 5 والبحر الميت 19 إلى 14 درجة مئوية مع أجواء غامل جزئيا أيضا الأجواء غامل جزئيا في عموم المنطقة الجنوبية الكارك 12 إلى 5 الطفيلة 12 إلى 6 الشابك 10 إلى 4 ومعان 14 إلى 6 أما العقبة 20 إلى 13 درجة مئوية أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق 15 إلى 4 الصفاوي 15 إلى درجة 2 مئوية فقط أمر ويشد أحوال وجواء غامل جزئيا مع 15 إلى 3 درجات مئوية كان هذا كل ما لداني الحد الآن إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة